اهتمنا بده لان التفاصيل دي هي اللي حطت اساس ونظام مشي عليه النادي لحد النهاردة من النهاردة بقى او من الحلقة دي هنبدأ نناقش تاريخ الاهلي من خلال القرارات الهامة والمواقف التاريخية بدون استجراك في تفاصيل الجلسات وفي نفس الوقت من غير ما نفوت اي حاجة مهمة ولانه نادي اتأسس من اجل طلبة المدارس العليا بدأت انشطة النادي من لحظة افتتاحه بمباريات ودية بين طلبة المدارس وكان ده هو الاهتمام الاول اهتمام بيعكس فلسفة فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي اتأسس من اجل الطلبة ولما نشوف دباجة اول محضر للجنة العليا للنادي الاهلي بعد افتتاح النادي مباشرة حنتأكد من ده جلسة يوم 11 مارس 1909 انعقدت اللجنة الادارية للنادي الاهلي للرياضة البدنية الساعة الخامسة ونصف بعد ظهر يوم الخميس 11 مارس 1909 وتسعى بمحل النادي بعد انتهاء حفلة مسابقة لعبة كرة القدم بين طلبة مدارس الجيزة ومدارس القاهرة حيلفت انتباهنا في محضر الجلسة حاجتين الاولى لاهتمام الكبير لمؤسس النادي الاهلي واعضاء اللجنة العليا بحضور المسابقة بل والاشارة لها في محضر الجلسة وده بيعكس لاهتمام الكبير من اعضاء اللجنة العليا بانشطة الطلبة وبيدي شعور كبير للطلبة باهمية الرياضة ومسابقتها ويخليهم حرسين على ممارسة النشاط باستمرار الحاجة التانية انهم في الوقت ده كانوا بيقولوا على المباراة حفلة مصطلح مباراة ده ظهر بعد كده بشوعية شايفين الناس كانوا بتتعامل ازاي مع مباريات كرة القدم كانوا بيتعاملوا معاها على انها حفلات احنا جايين نحتفل النشاط ده لا اهتمام كبير او في الشارع المصري للدرجة اللي خلت الصحف بدأت تنشر اخبار عنه يعني على سبيل المثال مثلا نشرت احدى الصحف يوم الاربع واحد وثلاثين مارس تسعمية وتسعة خبر تحت عنوان النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة نقرأ مع بعض ستجرى مسابقة في العاب مختلفة بين طلبة مدرسة الزراعة اللي هي حاليا كلية الزراعة الساعة الثالثة ونصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الموافق 2 ابريل سنة تسعمية وتسعة بمحل النادي الكائن بحري المعرض الزراعي وده اللي مكانه دار الاوبرا حاليا والدخول مباح لاعضائه بتذاكرهم الشخصية التذكرة الشخصية هنا يعني كرن النادي ولأعضاء نادي المدارس العليا بشارات ناديهم وللمدعوين بتذاكر الدعوة ولتلامذة المدارس الثانوية والابتدائية بدون تذاكر الخبر ده بيعكس رغبة النادي الاهلي مش بس في تشجيع الطلبة والتلامزة على دخول النادي وممرسة الرياضة لا ده كمان بيشجع اللي ما بيشاركش منهم في الرياضة على المشاركة لما يتم الاعلان ان تلامذة المدارس الثانوية والابتدائية حيدخلوا النادي مجانا لمشاهدة المباريات الرياضية ده معناه ان النادي عايز كل الطلبة والتلامزة يمرسوا الرياضة وده واحد من اهم الاهداف الرئاسية لتأسيس النادي الاهلي وبالمناسبة احنا ما قرناش في الخبر اي كلام عن تلامزة المرحلة الاعدادية طب ليه؟ لان التعليم زمان كان ابتدائي وسانوي بس التعليم الاعدادي ظهر بعد كده بسنين طويلة قبل ترجمة نانسي قنقر